على مساحة تقدر ب13600 كم مربع وبتعداد سكاني بلق 345 نسمة سنة 2013 تتموقع ولاية غرغل كإحدى أهم ولايات الوطن الجنوبية بفضل موقعها الجغرافي المطل على نهر سنغال وتنوع مصادرها الاقتصادية والبيئية الكبيرة وقد كان اهتمام رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني بتنمية هذه الولاية التي كانت من بين الولايات الأقل نموا خلال الفترات الماضية محل إشادة وتقدير من جميع سكان هذه الولاية التي تضم كافة مكونات شعب الموريتاني وهكذا بدأت المسيرة التنموية في غرغل تأخذ مسارا متسارعا منذ 2019 تمثل في إطلاق وتدشين العديد من المشاريع الخدمية الكبرى حيث استفادت الولاية من إجاز المرحلة الثانية من مشروع أفطوط الشرقي الذي سيزود عشرات القرى في مقاطعات بود لكصيبة ومقل بالمياه إضافة إلى اكتمال الأعمال في محطة كهربائية من الجهد العالي ستوفر الكهرباء في مطقة أفطوط عبر خطين رئيسيين الأول في غرغل والثاني في الأعصابة وتحديدا مقاطعة باركول وفي مجال الخدمات الأساسية دائما استفادت ولاية غرغل خلال السنوات الأخيرة من بناء وتشييد عشرات المؤسسات التعليمية مما سهم في توسيع الخريطة المدرسية لتصل إلى مناطق نائية كبلدية السوفة بمقاطعة بود كما تم تشييد العديد من المراكز والنقاط الصحية وتعزيز خدمات مركز صدباب كيهيدي بالمعدات والطواقم الطبية المتخصصة وفي الجانب الاجتماعي استفاد ما يزيد على عشرين ألف أسرة من تأمين صحي ويعانات مالية منتظمة عن طريق مندوبية التأذر إضافة إلى تشييد مائتين وسبعين وحدة سكنية في عاصمة الولاية كيهيدي وتمويل عشرات التعاونيات الزراعية والتجارية عن طريق المندوبية ومفوضية الأمن القذائي وفي ميدان المرأة والشباب كان الاهتمام بتمكين المرأة ودعم وجودها في المشهد التنموي خاصة وأن المرأة في غرغل تتميز بنشاطها التجاري المعروف بصباقة وخياطة الملاحف حيث استفادت تعاونيات من قروض ميسرة عن طريق قطاع العمل الاجتماعي كما حظي الشباب باهتمام خاص من خلال تمويل عشرات المشاريع عن طريق قطاع التشقيل والتكوين المهني ولاية غرغل تعد من بين الولايات الزراعية والرعاوية حيث كان اهتمام الدولة بتنمية هذين القطاعين محفزا للمزارعين والمنامين حيث تم استصلاح مساحات مهمة وتسوية ديون المزارعين وتوفير المعدات اللازمة والعمل على اشاء اسواق حدودية المواشي وانتظام حملات التلقيح الحفاظ على الثروة الحيوانية الكبيرة التي تتواجد في ولاية غرغل وخاصة منطقة العطف وقد مكنت عشرات المليارات التي تم ضخها في ولاية غرغل من تحسين مؤشرات التنمية في هذه الولاية التي تتطلع اليوم ويتستقبل رئيس الجمهورية الى اطلاق المزيد من المشاريع الكبرى والتي تشمل الكهرباء والطرق لدفع عجلة التنمية المحلية وفك العسلة عن بقية مناطق ولاية غرغل وربطها بالولايات المجاورة